ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الغضب من القيادة الإسرائيلية لم ينتهي حيث ملأ ألاف المتظاهرين المناهدين للحكومة شارع وسط تل أبيب وهو نفس الشارع الذي اندلعت فيه التظاهرات قبل بدء التصعيد بين إسرائيل وحماس أشارت نيويورك تايمز إلى أن الاحتجاجات ضد نيتانياهو والحكومة هي احتجاجات منفصلة عن الاحتجاجات فيما يتعلق بمسار العمل في غزة حول المحتجزين اشتركوا في القناة